لكن بقى يا جماعة الأعظم كمان هو طلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي المخرجات دي شوفوا سيادة الرئيس كتب إيه النهاردة على حسابه الرسمي طلقيته باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وأيضا قال سيادة الرئيس أنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في أعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والإمتنان وأكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدرساتها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية ده اللي قاله السيد الرئيس واللي وعد به في الجلسة الافتتاحية لما قال للمشاركين في الحوار اللي حتتفقوا عليه أنا حنفزه حلوتك يا سيادة الرئيس أنا بحب كده بحب الحرية وما ننساش حاجة مهمة كمان أنه أثناء الحوار على فكرة سيادة الرئيس استجاب فورا لمخرجات المناقشات بالإشراف القضائي على الانتخابات إيه رأيوكو؟ يعني أي حاجة خرجت من الحوار وجلسات الحوار الرئيس استجاب لها والسيادة الرئيس قال كمان أنه أي مخرجات هتكون بصوا يا جماعة اللي جاي ده بقى اسمعوا اللي جاية دي هتكون في سلطته كرئيس للجمهورية اعتبروها تنفزت فورا ده السيادة الرئيس وعد به وده اللي الشعب المصري بيعمله لو فاكرين جلسات الحوار دي كبتتزعل هوا وكل الناس شاركت فيها المؤيد للدولة شارك والمختلف مع الدولة شارك وسمعنا كل الأصوات بحرية مطلقة شكرا للمشاهدينة